السلام عليكم صباح الخير عليكم ضغاء المشاهدين طبعا بيقينا افتقاء بعد ده لانه نحن اشتغلنا توعية كتير طيب انا تقوه هامد من جمعة ضغاء الاسرة والطفل بتوتي جالي لها تكلم عن حق التعليم حق التعليم ده نوازل حق المشاركة على الفكرة يعني اي طفل من حقه يتعلم اي طفل من حقه يلاقي صحة اي طفل من حقه الامان يعني الحقوق التلاتة دي ما فيه اي ما فيه اي نقاش مع ذلك بنلقى الارقام بتتكلم عن انه ما يفوق الواحد وستين في المية خارج نطاق التمدرس هم بيقولوا التمدرس ده يعني قرأ اولى وتانية وتالتة ورابعة ومرك يعني التمدرس ده ما بشرط انه يكون ما قرأ خالص بس بيتكلم عن انه انقطع سلم التعليم في مرحلة معينة المسببات اللي بتخلي التعليمي ييفلي طبعا عندها علاقة بالاقتصاد سبعين في المية الحروب مية في المية يعني اول ما يكون فيه كونفلكت طوالي اول حاجة بتدأسر العملية التعليمية طبعا الكونفلكت ده بجينا عدم الاستغرار السياسي واحدة منهم برضو بتأسر لينا على العملية التعليمية فبيبقى الطفل بينقص واحد من حقوقه الاساسية احنا في زمن ما بيتحمل يكون في طفل ما متعلم حقيقة والتعليم ذاته لازم يكون تعليم نخبوي يعني تعليم بطريقة جيدة يعني التعليم ذاته ما زي الهسي بيحصل 15 يوم اجازة ينزل من الاجازة يقول له امشي امتحين ما هو ما اخذ تعليمه فبرضو التعليم ذاته لازم يكون في مراعاة جودة التعليم نفسها اللي يقدمها للطفل مراعاة المناهج التعليمية الحقوق دي وحدي من اساسيات الطفولة كيف طفل ما يمشي مدرسة او ما يكون في سلم تعليمي الصباح يجيب يشغال يكون شغال في عمالة الاطفال وده تمام كمان مشكلة تانية لانه كمان عنده ظرف اقتصادي معين ما حيقدر يخليه يواصل تعليمه ده فقطع سلم التعليمي عشان نقدر يوفر لو لو لا تعيش ايوه اوكي نحن عندنا مشاكل اقتصادية لكن حق التعليم يأتي قبلا فعشان كده انا باعتقد التعليم بيتأثر بالاقتصاد فاذا الناس لقى التعليم مجاني ما في زور حيطبع يخلي التعليم فمجانية التعليم مسؤولية الدولة التوفير الحماية في البيئة العاملة للتعليم مسؤولية الدولة الاستاذ المؤهل انه يؤدي المقرر التعليمي بطريقة مفيدة للطفل ده يطلع بي نالجش كويسة مسؤولية الدولة كل التكامل ده لازم يتيب عشان الطفل ده من حقه من حقه ياخد تعليم زي ما هم هسي بيطلعوا بقولوا من حقنا الحرية احنا بنطلع بنقول من حقهم التعليم زي ما قادر يعبر عن رأي الحرية لازم ياخد تعليمه ياخد تعليمه وكمان شرط مجانية التعليم عشان الاسر ما تبقى متحججة بانه طفلة عمره عشرة سنة مرقته عشان يساعدها يشتغل حاجة في الدرداقات او يشتغل في اي شغل هامشي عشان يجيب له خمسة الاف عشرة الاف اليوم يساعد بها امه حرمته من التعليم لكن كمان ما في حل في التحت منه هيتعلم هو الكبير اللي خلاص طاع للتعليم فدي واحدة من المشاكل اللي بتلاقينا فلما نكون عملية تعليمية في تعسر طوال حيجينا حيجينا عمالة الاطفال طوال حيحصل تسرب تق المدرسي حيجينا عمالة الاطفال الاستاذ ما كفاءة بيضرب من غير اسباب عقوبة مدرسية حيحصل تسرب من التعليم ما عندو ما عندو الوجبة ما عندو غروش الفطور حيحصل تسرب من التعليم فعاملة تعليمية نفهمها تمام كلنا نفهم 있는데 للنا exist الاننا عنده علاقة لكن كمان في إرادة الإرادة السياسية ما وجدت بتوجد الإرادة المجتمعية ودي أحيانا بتكون أقوى لأنه المجتمع بيغير حكومات لما يقير سلم تعليمية ويأثر على العملية التعليمية فعشان ما يحصل لنا تسرب وما تحصل عمالة الأطفال الهدس في الشوارع ديل يعني عمالة الأطفال دي بيقات هيدك زاتوا يعني 70% من الأطفال متسربين من التعليم التلقام في الأسطباط بيشحدوا بيمارسوا التسول لو كان مش التعليم كان أحسن له فالتسول ده ذاته بموديه للمخدرات برضو كله طبعا منفذ على بعض كما قالوا كله منفذ على بعض لما يحصل تسرب في التعليم معناها تطوالي مش الشارع مش الشارع معناها تطوالي بيقى في عمالة أطفال طوالي بيقات في سهولة في إنه يتناول حاجات المخدر دي ما بعرف تقريبا زي السليسيون أو كده دي كلها حاجات بتأثر على الطفل نفسه في بنية وفي المجتمع بتأثر على ما بتطلع إلينا زول س المجتمع ضحي حيطلع له واحد ممكن يكون مجرم ذاته فالعملية التعليمية لازم تخش في الأولوية زي الأمن في الأولوية العملية التعليمية مفروض تجي قبل الأمن لأنه أمن وأمان الأمن وأمان الأمم بالتعليم يعني التعليم ده بيش معي شي بديك مكون بديك مجتمع متسامح مع بعضه بديك مجتمع متكافئ بديك مجتمع حقيقة يساوي المجتمعات يعني فالتكامل في العملية التعليمية عشان ننتج نحن مجتمع صالح للدنيا دي لازم يكون كل زول يؤدي دوره بالطريقة المطبوبة عشان نطلع بعملية تعليمية ناجحة ودي النصيحة ركزوا في إنه الأولاد يمشوا مدرستهم والبنات يمشوا مدرستهم الأم ممكن تطلع هي تشتغل ممكن يطلع الأكبر منه يشتغل يمشي المدرسة شفوية ويشتغل في الإجازة يوفروا مبالغ معينة والحكومة تساعدنا مجانية التعليم مجانية الكتاب المدرسي ونأمل نأمل بكده لحد ما نتلاقى في فقرة جديدة توعوية جديدة وأبقوا طيبين إن شاء الله